جاءت النصوص بالترغيب في إحسان التعامل مع الخلق وإطابة القول واللفظ معهم قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وقال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وهكذا يحرص الإنسان على التخلق بالأخلاق الفاضلة التي يكسب الإنسان بها الدرجات العالية كما قال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقد ورد في السنن أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وإن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم في نصص كثيرة تراغب في حسن الخلق ترجمة نانسي قنقر